فضيلة شيخ الأسهر نفسه دكتور أحمد الطيب طلع في خطاب سابق وتكلم بكل صراحة ووضوح عن موقف الدين من قضية الحجاب وقال إن تصوير المرأة التي لا ترتدي الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر لا يجوز مشيرا إلى أن ترك الحجاب يعد معصية وليست من الكبائر ومشيرا إلى أن ترك الحجاب على سبيل المثال أقل من الكذب يعني حتى فضيلة شيخ الأسهر بنفسه يعني شايف أن الموضوع ما ينفعش أبدا أن أنا أحكم على أي فتاة بأنها محجبة أو غير محجبة لأنه يعني خليني أقول لكم كمان كلام منتهى الحرية إحنا بلد إسلامية ولكن عندنا إخوة أقباط عايشين وصدينا في منهم بعضهم على فكرة مع كبر السن بتغطي أو براحتها أنها تحط حاجة على شعراء وفيه طبعا ما بتحطش فكلنا مصريين اللي في الشارع دي أنا ما ببقاش عارفة الدين بتاعها إيه يعني لو مش محجبة فيه يعني ما ببقاش عارفة الدين بتاعها إيه فما يمنع مش ممكن أبدا أحكم على فتاة لمجرد أنها موجودة في الشارع وما فيش حجاب فيبقى سهلة أو يبقى أننا التحرش بيها أو الكلام عليها أو أنها تستاهل الكلمة يقولك تستاهل وتعليقات سخيفة وللأسف التعليقات دي بتيجي تشجيعا لأن بتلاقي حد يعني من الدعاء أو أشباه الدعاء يطلع يقول كلمتين آه والله ليك حق عندك حق هي كده ما هو لو ما كانت خدت بالها من نفسها وكلام في كلام في كلام يعني الحقيقة بحزن كتير لما العقول هي اللي تتحجب عن العلم وعن الثقافة وعن الرؤية هي دي اللي تبقى المشكلة